اشتركوا في القناة كنيسة مكدونيا في العطاء يشجعكم على أنكم تعطوا يا كنيسة كورينتوس معني تنتبه لما تعطي بكرم عطائك ليس بس بس حاجة إنسان أو مجموعة من الناس أنت من خلال عطائك تشجع الآخرين على قولوا معي أن يعطوا أيضا يعني عطائك يتضاعف لأن الآخر يتشجع أنه يعطي فالليرة اللي عم بتحطها غيرك عم بحطم قبيلة ليرة فهذا شيء مشجع جدا والعدد التاسع بقدم لنا بولوس الدافع يلي بيشجعنا كلنا على العطاء بول فإنكم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح أنه من أجلكم شوفوا قديش شخصية افتقر وهو غني لكي تستغنوا أنتم بفقره وعم بيقول من أجلكم افتقر وهو غني ليس افتقر وهو الذي كان غنيا لا لا افتقر وهو ما زال شو غني هو غني في كل وقت اختار أن يولد في مزود لكن انتبه هو يبقى الغني غني فوق كل شيء يملك كل شيء وبكولوسي يقول الوحي المقدس فإن فيه خلق الكل عن يسوع المسيح ما يعني فيه خلق الكل فكرت فيها شي مرة يعني هو السفير هو هو الإطار يلي أنت يلي هو بداخله كل شي نوجد الفيه خلق الكل كل هيدا الكاون وينو في يسوع المسيح لأنه فيه خلق الكل يعني مش بس فيه به بواسطته يعني هو اليدان اللي خلق الكون كله وأكتر من هيك الكل خلق وينوجد له فيه وبه وله كل شي بتملكه كل شي بتشوفه كل شي ما بتشوفه كل هالكون ملكه هو هالقد هو غني من أجلك افتقر يعني تجسد وراع عند الصليب وهونيكي على الصليب حمل عنك عقاب خطيئك تحت يحررك من عبودية الخطيئة لكي بالإيمان أنت تصبح ابن وإذا أنت ابن وارث وإذا أنت ابن أنت غني مثل بيك السماوي هالف تقر لكي نغتني نحن لأنك صرت ابن حبيبي لأنه صرت ابنت والابن وارث الابن غني مثل بي السماوي بكمل رسول بولوس بالعدد 11 بول ولكن الآن تمموا العمل أيضا حتى إنه كما أن النشاط للإرادة كذلك يكون التتميم أيضا حسب ما لكم النشاط للإرادة في إرادة مين مننا ما بحب يكون كريم في حدا ما بحب ما بحب يكون كريم كلنا منحب نكون كراما كلنا عنا الإرادة أنه نكون كرماء بحياتنا لكن انتبه إرادة فقط من دون تتميم للعمل ما تعطي نتيجة إطلاقا أنا عندي إرادة أني انتبه على وزني لكن لا أفعل شيء أنا عندي إرادة أنه ساعد الفقراء تساعد الفقير أمتين الإرادة تصبح حقيقة لما تتحول إلى عمل لما تقوم وتعمل لما تعمل تشبع حاجة الفقير تتحقق إرادتك فعنقول للرسول نتبهوا إذا عندكم إرادة هذا شيء جميل لكن هلأ يأتي الوقت أنكم تتمموا من خلال العمل فأريد أن أسألك أنت اللي عندك إرادة على العطاء أريد أن يشجعك تعطي هلأ موسم نحن هذا الشهر نركز على مساعدة المحتاجين فأريد أن تعطي بكرم ربي عندك عيدة العطاء باستمرار يمكنك أن تذهب أونلاين www.rc.beirouth.org هونيك يمكنك أن تذهب على دونيت وتعطي وتساعد ممكن تحط بسناديق العطاية تعطي بدي شجعك وبيدي أنت تلتمس منها دخيلكم خلوني أعطي دخيلكم خلوني أعطي حقق هالإرادة اللي عندك من خلال العمل عدد 13 فإنه ليس يكون للآخرين راحة ولكن ضيق إذا أنتم عطيتم ليس الهدف أنه أنتم تعيشوا بضيق وغيركم يعيش براحة بل بحسب المساواة لكي تكون في هذا الوقت فضالتكم لإعوازهم كي تصير فضالتهم لإعوازكم لحتى تحصل المساواة كما هو مكتوب الذي جمع كثيرا لم يفض عن حاجته والذي جمع قليلا لم ينقص لم ينقص ومن وين جبت أيها الرسول هالأي هاي جيبه من سفر خروج لما الله أعطى شعبه المن خبز السماء فكان الشعب كل يوم الصبح ينال من ربنا هالعطية خبز من السماء المن صح؟ وكلنا منعرف أنه هذا الخبز كان يبقى نهار واحد تاني نهار يتأكل الدود يفسد ما عدا نهار الجمعة لحتى يبقى للثبت لأن السبت كان مقدس للرب وما كان حدا بيقدر يعمل أي عمل لكن بشكل عام كل يوم كان يفسد يفسد المن وكان هذا الشعب لما يوعد الصبح بخيامه يقوم ويبدأ يجمع فشو كانوا يعملوا كانوا يحطوا كل المن بمكان واحد ويعطوا لكل واحد حسب حيشته اليومية بطريقة فيها تساوي ومساواة بين الجميع فاللي جمع كثير ما فضل عنده زيادة لي لأنه أخذ الفقير والفقير ما نقص شي لي لأنه أخذ من يلي عنده أكتر وهيكل كل شبع وما حدا صار عنده تخمة وبكنيسة يسوع المسيح من هك كلنا من نعطي ولما نعطي من وزع بحزب الحيجة لحتى ما حدا يفقر وما حدا يصير عنده تخمة